ولكن زيلينيسكي سيد طاهر شدد على أن لديهم حرص شديد على الدفاع عن كل شبر من الأراضي الأوكرانية في المقابل بعض من القادة الأوروبيين وحتى الخبراء يتحدثون عن أنه من أجل ما ذكرته حضرتك الكبرياء الروسي بأنه لابد لروسيا أن تحقق مكاسب من أجل إنهاء هذه الأزمة إذن كيف ترى السيناريوهات المقبلة لهذا الصراع الروسي الأوكراني أو لنقول الصراع الروسي الغربي صحيح هذا هو الأمر المهم يعني على الدول الوسيطة خل نحتبرها مثل الدولة التركية أو غيرها عليها أن توجه الخطاب لأطراف الصراع أنه من الممكن يتم الاستغرار إذا تمكنوا من حماية مصالح الروسية يعني نسمع بالأخبار ونتابع أنه كان الغرب يهدد مصالح الروسية في المنطقة والمعابر للغاز والنفط والقمح وقيرها فأتصور إذا يصبح هناك يعني مسؤولية جميع للحفاظ مصالح روسيا أتصور الصراع سينتهي وخاصة أنه اليوم الصراع في أكرانيا لا يضر فقط الشعبين الروسي والأكراني أو حتى الغربي والروسي بل أصبح ضرره على كل العالم